بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد يرم ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وصبَّ عليهم ربك السوط عذاب إن ربك لبِ البرصاد تقدم تفسير بعض هذه الآيات الكريمات قال ابن كثير رحمه الله ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم أي المؤمنون قال بعده ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد وهؤلاء كانوا متمردين عتاه جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله عليهم الصلاة والسلام جاحدين لكتبه فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا فقال عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العمان وهؤلاء عاد الأولى وهم أولاد عاد ابن إرم ابن عوص ابن السام ابن نوح قاله ابن إسحاق رحمه الله وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية نعوذ بالله من عذاب الله وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون ليعتبر المؤمنون فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان زيادة تعريف بهم وقوله ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا ولهذا ذكرهم هود عليه السلام بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال عز وجل فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقال وقال ها هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم قال مجاهد كانوا أهل عمود لا يقيمون يعني يتنقلون وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم كانت قاماتهم طويلة واختار الأول ابن جرير رحمه الله ورد الثاني فأصاب ذات العماد كانوا أهل عمود لا يقيمون وقوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد أعاد ابن زيل الضمير على العماد لارتفاعها وقال بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد وأما قتاد وابن جرير رحمهم الله فأعاد الضمير على القبيلة أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم وهذا القول هو الصواب التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني قبيلة عاد وقرأ وقول ابن زيل ومن ذهب مذهبه ضعيف لأنه لو كان أراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد أي تلك القبيلة وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتبا ليس حدثني معاوية بن صالح عن من حدثه لم يذكر عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إرم ذات العماد فقال كان الرجل منهم يأتي على صخرة فيحملها على الحي أي على القبيلة فيهلكهم ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا أنس بن عياد عن ثور بن زيد الديلي قال قرأت كتابا قد سمى حيث قرأه أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله أعلم بالصحة هذا قلت فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما ها هنا والله أعلم ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة رحمهم الله أو اسكندرية كما روي عن القراض أو غيرهما ففيه نظر في هذا الكلام نظر فإنه كيف يلتئم كيف يلتئم الكلام على هذا ألم ترى كيف فعل ربك بيعاد إرم ذات العماد إن جعل ذلك بدلا أو عطبيان فإنه لا يتسق الكلام حينئذ ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمى بيعاد وما أحل الله بهم أي أنزل بهم من بأسه الذي لا يرد لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم وإنما نبهت على ذلك لألا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد مبني بلبن ذهب بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها وأن حصباءها لآل وجواهر وترابها بنادق المسك وأنهار سارحة وثمارها ساقطة ودورها لا أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داعٍ ولا مجيب وأنها تنتقل فتارةً تكونوا بأرض الشام وتارةً باليمن وتارةً بالعراق وتارةً بغير ذلك من البلاد قال ابن كذير رحمه الله فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم أي من منافقيهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك هذا كله كلام ليس بصحيح وذكر الثعلبي وغيره أن رجل من الأعراب وهو عبد الله بن قلاب في زمان معاوية رضي الله عنه ذهب في طلب أباعر له إبل له شردت فبين ما هو يتيه في ابتغائها أي في طلبها إذ طلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلها ووجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا هذا أيضا كلام غير صحيح وقد ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله قصة إيرم ذات العماد هاهنا مطولة جدا فهذه الحكاية ليس بصحيح إسنادها ليس يصح إسنادها ولو صح إلى ذلك الأعراب فقد يكون اختلق ذلك أي كذب ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال أي جنون فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك وهذا مما يقطع بعدم الصحته وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهل والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآل والإكسير الكبير لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها فيحتالون على أموال الأغنياء والضعف والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير التي يعملها السحرة ونحو ذلك من الهديانات ويطنزون بهم أي يلعبون بهم والذي يجزم به أن في الأرض دفاء جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرا من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهد ولبي صح من ذوي ذلك شيء مما يقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب فتلك الخرافات لا صحة لها فقول ابن جريب رحمه الله احتمل أن يكون المراد بقول إرماء قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرف أي لم ينو فيه نظر في هذا الكلام نظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة ولهذا قال بعده وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي يعني يقطعون الصهر بالوادي جابوا الصهر يعني يقطعون الصهر بالوادي قال ابن عباس رضي الله عنهما ينحتونها أي ينحتون الجبال ويخرقونها وكذا قال مجاهد وقتاد والضحاك وابن زيد رحمهم الله ومنه يقال مجتابي النمار النمر كساء مجتابي النمار إذا خرقوها واجتاب الثوب إذا فتح ومنه الجيب أيضا مدخل الرأس وقال الله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وأنشد ابن جريل وابن أبي حاتم رحمهم الله ها هنا قول الشاعر ألا كل شيء ما خل الله بائد كما باد حي من شنيف ومارد هم ضربوا في كل صماء صعدة بأيد شداد أيدات السواعد وقال ابن إسحاق رحمه الله كانوا عربا وكان منزلهم بوادي القرى وقد ذكرنا قصة عاد مستقصات في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته وقوله تعالى وفي العون ذي الأوتاد قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره ويقال كان فرعون يؤتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها نعوذ بالله وكذا قال مجاهد رحمه الله كان يؤتد الناس بالأوتاد وهكذا قال سعيد ابن جبير والحسن والسدي رحمهم الله قال السدي كان يربط الرجل كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه نعوذ بالله وقال قتاد رحمه الله بلغنا أنه كانت له مطال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال وقال ثابت البنان رحمه الله عن أبي رافع رحمه الله قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته أربع الأوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت آسيا رضي الله عنها وقوله الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس فصب عليهم ربك سوط عذاب أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين وقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد قال ابن عباس رضي الله عنه يسمع ويرى الله عز وجل يسمع كل شيء ويرى كل شيء يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة وسيعرض الخلائق كلهم عليه ويحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور عز وجل وقد ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله هاهنا حديثا غريبا جدا وفي سناده وفي صحته يعني لم يصح فقال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا يونس الحذاء عن أبي حمزة البيساني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن لدى الحق أسير يا معاذ إن المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته يمنعه من الشهوات المحرم وعن أن يهلك فيها هو بإذن الله عز وجل فالقرآن دليله والخوه محجته والشوق مطيته والصلاة كهفه والصوم جنته والصدق فكاكه والصدق أميره والحياء وزيره وربه عز وجل من وراء ذلك كله بالمرصاد قال ابن كثير رحمه الله في إسناده نظر وفي الصحة لم يصح هذا الخبر قال ابن أبي حاتم محمه الله يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان أي لا يعرف هل هما ثقة أم لا وأبو حمزة عن معاذ مرسل لأن أبا حمزة لم يذرك معاذا فضي الله عنه ولو كان عن أبي حمزة لكان حسنا أي لو كان من كلامه لكان حسنا لكن ليس مرفوعا ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا صفوان ابن صالح حدثنا الوليد ابن مسلم عن صفوان ابن عمر عن أيفع ابن عبد الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول إن لجهنم سبع قناطر قال والصراط عليهم قال فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول وقفوهم إنهم مسؤولون قال فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنها قال فيهلك فيها من هلك وينجو من نجأ فإذا بلغوا القنطرة ثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها قال فيهلك من هلك وينجو من نجأ فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها قال فيهلك من هلك وينجو من نجأ قال والرحم يومئذ متدلية إلى الهوي في جهنم تقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فقطاه قال وهي التي يقول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد هكذا أورد هذا الأثر ولم يذكر تمامه الله أعلم بصحته قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً يما يقول تعالى منكراً على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه بالرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك فسعة الرزق ليس إكراماً بل هو ابتلاء بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فعلى المسلم أن يشكر الله ويستعمل تلك النعم في طاعة الله ولا يفسد ولا يفسد ولا يفسق وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه بالرزق يعتقد أن ذلك من الله إهان له قال الله كلا بل هو امتحان وابتلاء فسعة الرزق وضيقه ابتلاء واختبار أي ليس الأمر كما دعم لا في هذا ولا في هذا فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ويضيق على من يحب ومن لا يحب وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين إذا كان غنيًا بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيرًا بأن يصبر فعلى المسلم إذا أنعم الله عليه أن يشكر الله ويفعل الخيرات ويحسن كما أحسن الله إليه وإذا ضيق الله عليه يصبر ويحتسب وقوله تعالى بل لا تكرمون اليتيم فيه أمرٌ بالإكرام له اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله ابن المبارك رحمه الله عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن سليمان عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خير بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه يتيم يُحسن إليه وشر بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه يتيم يُساء إليه ثم قال بأصبعه أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا فالإحسان إلى اليتيم وتربيته وإكرامه وتعليمه فيه أجرٍ عظيم يكون منزلته قريباً من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم قال المعلق ورواه ابن ماجة رحمه الله في السنن من طريق ابن المبارك رحمه الله وقال البوصيري رحمه الله في الزوائد هذا إسنادٌ ضعيف يحيى ابن سليمان أبو صالح قال فيه البخاري رحمه الله منكر وقال أبو حاتم رحمه الله مضطرب مضطرب الحديث وذكره ابن حبان في الثقات فالإحسان إلى اليتيم وتربية اليتيم فيه أجرٌ عظيم وقال أبو داود رحمه الله حدَّثنا محمد بن الصباح من سفيان أخبرنا عبد العزيد يعني ابن أبي حازم حدَّثني أبي عن سهل يعني ابن سعد رحمه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقالنا بين أصبعيه الوسطى والتي تل الإبهام ففيه فضلٌ عظيم في تربية اليتيم والإحسان إلى اليتيم ولا تحاضُّون على طعام المسكين يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ويحُثُّ بعضهم على بعض في ذلك وتأكلون التراثة يعني الميراث أكلًا لما أي من أي جهة حصل لهم من حلالٍ أو حراء وتحبُّون المال حُبًّا جمَّا أي كثيرًا زاد بعضهم فاحشًا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّاً دَكَّاً وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفَّاً وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَّابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوْفِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يُخبِرُ تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال كلا أي حقًّا إذا دُكَّت الأرض دكًّا دكًّا أي وطِعت ومُهِدَت وسُوِّيت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك يعني لفصر القضاء بين خلقه جل جلاله وَذَلِكَ بَعْدَمَا يَسْتَشْفِعُونَ إِلَيْهِ أي يطلبون من يشفع لهم عند الله وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدًا بعد واحد وكلهم يقول لستُ بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمدٍ صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصر القضاء فيشفعه الله في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء الرب تعالى لفصر القضاء كما يشاء والملائكة عليهم السلام يجيؤون بين يديه صفوفًا صفوفًا عليهم السلام وقوله وجيء يومئذ بجهنم اللهم أجرنا من جهنم قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيخه رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياس حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار برحمتك وجودك يا أرحم الراحلين وهكذا رواه الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عمر بن حفص به ورواه أيضاً عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن العلاء بن خالد عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله ولم يرفعه وكذا رواه ابن جرير رحمه الله عن الحسن بن عرفة عن مروان بن معاوي الفزاري عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قوله وقوله يوم يتذكر الإنساء أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه وأنا له الذكرى أي وكيف تنفعه الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياة يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني بن المبارك حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدًا خرَّ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرمًا في طاعة الله لحقره يوم القيامة يعني يعلم أنه ليس بشيء ولودَّ أنه يردُّ إلى الدنيا كيما يزداد من الأجل والثوأ فعلينا أن نكثر من الطاعات اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم فرواه بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن عثبة بن عبد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيومئذ لا يعذِّب عذابه أحد أي ليس أحد أشد عذابًا من تعذيب الله من عصاه ولا يوثق وثاقه أحد أي وليس أحد أشد قبضًا ووثقًا من الزباني لمن كفر بربهم عز وجل هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين نسأل الله السلام فأما النفس الزكيّة المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة رجع إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنة راضية أي في نفسها مرضية أي قد رضيت أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها فادخلي في عبادي أي في جملتهم فادخلي جنتي وهذا يقال لها عند الاحتضار اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين وفي يوم القيامة أيضاً كما أن الملائكة عليه السلام يبشرون المؤمن عند احتضاره أي عند الموت وعند قيامه من قبره وكذلك هاهنا ثم اختلف المفسرون رحمهم الله في من نزلت هذه الآية وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه وما نزلت في عثمان ابن عفان رضي الله عنه يا أيتها النفس المطمئنة وعن بريدة ابن الحسيد رضي الله عنه نزلت في حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء رضي الله عنه وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه يُقالُ للأرواح المُطمئنَّة يوم القيامة يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ارجع إلى ربك يعني صاحبك وهو بدنُها الذي كانت تعمرُه بالدنيا راضيةً مرضية وروا عنه أنه كان يقرأها فَادْخُلِي فِي عَبْدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي يعني يُقال للروح وكذا قال إكرمَ والكلب مختارَه ابن جرير رحمهم الله وهو غريب والظاهر الأول يعني يُقال للمؤمن لقوله ثم رُدُّوا إلى الله مولاهم الحق وقوله وأنَّ مَرَدَّنَا إلى الله أي إلى حكمه والوقوف بين يديه جل جلاله وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدَّثنا علي بن الحسين حدَّثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله حدَّشتكي حدَّثنا أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيَّتُها النَّفْسُ المُطْمَئِنَّا ارْجِعْهِ إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً قال نَزَلَتْ وَأَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه جالس فقال يا رسول الله ما أحسن هذا فقال أما إنه سيقال لك هذا رضي الله تعالى عنه لإيمانه وجهاده وصبره رضي الله تعالى عنه ثم قال حدَّثنا أبو سعيد الأشج حدَّثنا ابن إيمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال قرأت عند النبي قال قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيَّتُها النَّفْسُ المُطْمَئِنَّة رَجِعْي إلى رَبِّك راضيةً مرضية فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا حسن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الملك عليه السلام سيقول لك هذا عند الموت الله أكبر وكذا رواه بن جرير رحمه الله عن أبي كريب عن ابن إيمان به وهذا مرسل حسن لأن سعيد بن جبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله وحدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع الجذري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه أي نعش ابن عباس رضي الله عنهما ثم لم يرى خارجا منه ولما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ما يدري ما يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه الطبران عن عبد الله بن أحمد أبي عن مروان بن الشجاع عن سالم بن عجلان الأفطس به فذكره قال المعلق وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع رجاله رجال الصحيح ابن عباس رضي الله عنهما مفسر القرآن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تأويل القرآن أي تفسيره رضي الله عنه وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر رحمه الله في كتاب العجائب بسنده عن قباس ابن الرزين أبي هاشم قال أسرت في بلاد الرو أي أسره العدو في بلاد الرو فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه فارتد ثلاثة نعوذ بالله وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء الرأس رسب في الماء ثم طفى أي ارتفع على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال يا فلان ويا فلان ويا فلان يناديهم بأسمائهم قال الله تعالى في كتابه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادقلي في عبادي وادقلي جنتي ثم غاص في الماء ذلك الرأس قال فكادت النصارى أن يسلموا ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام قال وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وروى الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة رواحة بنت أبي عمر الأوزاع عن أبيها حدثني سليمان ابن حبيب المحارب حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئن تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئن تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك ثم روا عن سليمان ابن الزبر أنه قال حديث رواح هذا واحد أمة تفسير سورة البلد وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلٌ بهذا البلد ووالدٍ وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً لُبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين الحمد لله رب العالمين قال ابن كثير رحمه الله هذا قسم من الله عز وجل الله يقسم بما يشاء والعبد لا يقسم إلا بربه هذا قسم من الله عز وجل بمكة أم القرى حلف الله بهذا البلد مكة المكرمة بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالًا لينبِّه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها فعلينا أن نتأدَّب بالآداب الإسلامية ونجتهد في طاعة الله ونحذر المعاصر هذا بلد الله الأمين اللهم ارزقنا الأدب يا رب العالمين قال خصيف عن مجاهد رحمه الله لا أقسم بهذا البلد لا ردٌ عليهم أي ردٌ على المشركين أقسم بهذا البلد لا ردٌ على الكفار ثم قال أقسم بهذا البلد وقال شبيب ابن بشر عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا أقسم بهذا البلد يعني مكة وأنت حلٌ بهذا البلد قال أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم يحلُّ لك أن تُقاتل به يعني يوم الفتح لتطهيرها من الأوثان والأصناء وكذا رويا عن سعيد من جبير وأبي صالح وأعطية والضحاك وقتادة والسد وابن الزيت وقال مجاهد ما أصبت فيه وهو حلالٌ لك لتطهير مكة من الأصنام والأوثان وقال قتادة رحمه الله وأنت حلٌ بهذا البلد قال أنت به من غير حرجٍ ولا إثن وقال الحسن البصري رحمه الله أحلَّها الله له ساعةً من نهار كان ليس دائماً بل ساعة من النهار لتطهيرها من الأوثان والأصناء وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحة إن هذا البلد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيام لا يعضد شجره أي لا يقطع شجر الحرم الذي نبت من الله ولا يختلى خلاه أي لا يحش حشيجه الذي خلقه الله وإنما أحلَّت لي ساعةً من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب وفي لفظٍ آخر فإن أحدٌ ترخَّص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا 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 إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم فالظلم والبغي حرامٌ دائماً وأبداً وقوله تعالى ووالدٍ وما ولد قال ابن جرير رحمه الله حدَّثنا أبو كريب حدَّثنا ابن عطية عن شريف عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قضي الله عنه في قوله ووالدٍ وما ولد الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له الوالد الذي يلد يطيه الله أولاد وما ولد العاقر الذي لا يولد له ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله من حدِّث شريك وهو ابن عبد الله القاضي به وقال عكرمة الوالد العاقر وما ولد الذي يلد رواه ابن أبي حاتم وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والضحاق والسفيان الثوري وسعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وخصيف وشرح بيل بن سعد وغيرهم يعني بالوالد آدم عليه السلام وما ولد ولده ابن آدم وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وضع أصحابه حسن قوي لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده عليه السلام وقال أبو عمران الجوني هو إبراهيم عليه السلام وذرية فواه بن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله واختار بن جرير رحمه الله أنه عام في كل والد وولده وهو محتمل أيضا وقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وإكرما ومجاهد وإبراهيم النخي وخيثم والضحاة وغيرهم رحمهم الله يعني منتصبا لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني منتصب القامة ذاد بن عباس رضي الله عنهما في روايتي عنه في بطن أمه يكون منتصب القامة في بطن أمه والكبد الاستواء والاستقامة ومعنى هذا القول لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما الحمد لله كقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وكقوله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الحمد لله وقال ابن أبي نجيح جري وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في كبد قال في شدة خلق في شدة في شدة خلق ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أثنانه قال مجاهد رحمه الله في كبد أي نطفه ثم علقه ثم مضى يتكبد في الخلق قال مجاهد رحمه الله وهو كقوله حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كره وهو كابد ذلك اللهم اغفر لنا ولي والدين ولي جميع المسلمين ونسلمين وقال سعيد بن جبير رحمه الله فقد خلقنا الإنسان في كبد في شدة وطلب ومعيشه وقال وقال اكرم في شدة وطول وقال قتاد في مشقة وقال بن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عاصم أخبرنا عبد الحميد بن جعفر سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار وضي الله عنهم عن قول الله فقد خلقنا الإنسان في كبد قال في قيامه واعتداله ولم ينكر عليه أبو جعفر ورؤيا من طريق يا أبي مودود سمعت الحسن رحمهم الله ورأى هذه الآية فقد خلقنا الإنسان في كبد قال يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة وفي رواية يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة وقال ابن زيد حمه الله لقد خلقنا الإنسان في كبد قال آدم خلق في السماء فسمي ذلك الكبد واختار ابن جريب حمه الله أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها وقوله تعالى أيحسب أن لن نقدر أن لن يقدر عليه أحد قال الحسن البصري رحمه الله يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله فقال قتاد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد قال ابن آدم يظن أن لا يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وإين أنفقه فلابد من السؤال فعلى المسلم أن يكتسب المال الحلال ويصرفه في طاعة الله وقال السدي حمه الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد قال الله عز وجل الله على كل شيء قدير وقوله يقول أهلكت مال اللبدا أي يقول ابن آدم أنفقت مال اللبدا أي كثيرا قال له مجاهد والحسن وقتاد والسدي وغيرهم رحمهم الله أيحسب أن لم يره أحد ولا مجاهد رحمه الله أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل بل الله يرى كل شيء وكذا قال غيره من السلف وقوله ألم نجعل له عينين أن يبصر بهما الحمد لله ولسانا أن ينطق به ويعبر عن ما في ضميره الحمد لله وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالا لوجهه وفمه الحمد لله وقد روى الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة أبو الربيع الدمشق عن مكحول رحمه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصى لا تحصى عددها ولا تطيق شكرها وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاءا فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فأنطق بما أمرتك وأحللت لك فإن عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك فإن عرض لك ما حرمت عليك فأرخي عليك سترك يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وهديناه النجدين قال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه وهديناه النجدين قال الخير والشر فعلينا فعلينا أن نعمل الخير ونكف عن الشر وكذا روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراسان رحمهم الله لآخر وقال عبد الله بن وهب رحمه الله أخبرني بن لهيع عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مارك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما نجدان وما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير فعلينا أن نعمل الخير ونكف عن الشر تفرد به سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان وقد وثقه بن معين رحمهم الله وقال الإمام أحمد والنساء والجوزجان منكر الحديث يعني سنان بن سعد وقال أحمد رحمه الله تركت حديث للطراب وروا خمسة عشر حديثا منكرة كلها أي هذا سنان بن سعد ما أعرف منها حديثا واحدا يشبه حديث وحديث الحسن يعني البصري لا يشبه حديث أنس قال ابن جريب رحمه الله حدثني يعقوب حدثنا ابن علي عن أبي رجاء قال سمعت الحسن رحمه الله يقول وهديناه النجدين قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إنهما النجدان نجد الخير ونجد الشر فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير اللهم وفقنا للخير ومنعك وأعذنا من الشر وكذا رواه حبيب ابن الشهيد ويونس ابن عبيد وأبو وهب عن الحسن مرسلا رحمهم الله وهكذا أرسله قتاد رحمه الله وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أحمد بن عصام الأنصار حدثنا أبو أحمد الزبير حدثنا عيسى بن عقال عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وهديناه النجدين قال السديين يعني الطفل هداه الله ليرتضع من أمه وروي عن الربيع بن حسين وقتاد وأبي حازم رحمهم الله مثل ذلك ورواه بن جريب رحمه الله عن أبي كريب عن وكي عن إيسى بن عقال به ثم قال والصواب القول الأول النجدين أي الطريقين طريق الخير وطريق الشر ونظير هذه الآية قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا النجدين طريق الخير وطريق الشر اللهم وفقنا لسلوك طريق الخير وحفظنا عن طريق الشر فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة اللهم اجعلنا منهم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موسدا اللهم اجرنا من النار ومن حال أهل النار قال ابن جرير رحمه الله حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطي عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله فلقتحم العقبة قال جبل في جهنم وقال كعب الأحبار رحمه الله فلقتحم العقبة هو سبعون درجة في جهنم أجرنا الله من النار وقال الحسن البصري رحمه الله فلقتحم العقبة قال عقبة في جهنم وقال قتاد إنها قحمة أي صعبة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل أي حافظوا على طاعة الله واحذروا المعاصر وقال قتاد رحمه الله وما أدراك ما العقبة ثم أخبر عن اقتحامها فقال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة كان أدقى الرقاب وإطعام المساكين وقال ابن الزيد اقتحم اقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بيّنها فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام قرئ فك رقبة بالإضافة وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة